رواية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يرويها صاحب البحار عن الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي عن علي بن جعفر عن حلبي قال اجتمعنا بالعسكر والعسكر هو اسم لسام الراء واسم بالتحديد للحي الرسمي للحي الذي فيه قصور الخلافة وقصور الحكومة اجتمعنا بالعسكر اي في سام الراء وترصدنا لأبي محمد ما كانوا يستطيعون ان يذهبوا لزيارته يخافون من السلطة والامام نفسه قد منع الشيعة ان تزوره في داره هو صحيح يسكن في دار لكن هي سجن هي سجن العباسيين له اجتمعنا بالعسكر وترصدنا من بعيد نراقب متى يخرج الامام علنا نسلم عليه علنا نؤشر اليه بأيدينا من بعيد شيعة يشتاقون لامامهم يريدون رؤيته اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد صلوات الله عليه يوم ركوبه فهناك يوم يخرج فيه الامام يذهب الى قصر الخليفة او يخرج مع الخليفة هذا البرنامج مرسوم من قبل الدولة اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد يوم ركوبه فخرج توقيعه يعني بعد ان اجتمعنا وبدأنا ننتظر متى سيأتي الوقت الذي يخرج فيه الامام وصلتنا رسالة من الامام رسالة خطية توقيع يعني رسالة خطية فخرج توقيعه ألا لا يسلمن علي احد لا تسلمون علي ولا يشير الي بيده ولا يومن اي اشارة اي حركة اذا ما رأيتموني فلا تسلموا علي ولا حتى اشارة باليد ولا ايماء الايماء يعني حركة خفية جدا الايماء هي اما حركة بالرأس او بالعين يعني كم هي المراقبة الشديدة كانت بعد الامام يقول الا لا يسلمن علي احد ولا يشير الي بيده اشارة باليد ممنوع ولا يومن الايماء اما تكون بالرأس او بحركة العين فانكم لا تؤمنون على انفسكم ستأخذون ضر في غاية القسوة اذا ماذا يصنعون تبقى لغة العيون الخفية يعني فقط ينظرون بعيونهم وربما نظر اليهم الامام فتتكلم لغة العيون فقط وبشكل خفي ايضا واللغة العيون لا بد ان تكون بشكل خفي فالمراقبة شديدة جدا قطعا في مثل هذه الظروف في مثل هذه الاجواء لا يبقى الا هذا الاسلوب الا لغة العيون لغة الاشارات لغة الايماءات لغة الكلام متعطلة اشتركوا في القناة